السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من تلفزيون الكوت تفضل سمو أمير البلاد فشمل برعايته وحضوره حفلة توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2016 وذلك في قصر بيان بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الاحتفالية التي تأتي بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي شهدت تكريم الفائزين بجوائز المؤسسة في جميع مجالاتها العلمية تحت رعاية وحضور صاحب سمو أمير البلاد أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2016 وذلك في قصر بيان بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار المسؤولين في الدولة وخلال الاحتفالية ألقى مدير عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهبدين كلمة أكد فيها على أهمية العلم ودوره الحيوي في إرساء نهضة حضارية ذات اقتصاد مستدم لافتا إلى أن المؤسسة أكملت في نوفمبر الماضي إعداد خطتها الاستراتيجية الخمسية الجديدة جاءت الاستراتيجية بصيغة برامج منضوية تحت ثلاثة محاور يستهدف أولها رفع مستوى وعي جماهير بالعلوم وتحسين تعلمها بالتعاون مع وزارة التربية وتعزيز نشر الثقافة العلمية الموجهة للناشئة إيجاد حلون ناجحة لمعوقات التنمية المستدافة إضافة إلى السعي بالتعاون مع المؤسسات العلمية الحكومية لمضاعفة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في الكويت من جانبه أشار الدكتور جورتانيوس الذي ألقى كلمة الفائزين إلى ضرورة مواكبة التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تطوير العلوم بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمؤسسات العلمية والبحثية العلم والتعليم مفتاح المستقبل في كل بلد وكل زمان لكن للثقافة العلمية أهمية متزايدة حاليا بسبب تسارع التكنولوجيا لقد أدركت الكويت مبكرا هذه الأهمية فأنشأت ودعمت المؤسسات العلمية والبحثية الاحتفالية التي تأتي بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي شهدت عرض فيلم وثائقي عن أهم إنجازات المؤسسة ومشارئها المختلفة وتفضل سمو الأمير في ختام الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المجالات العلمية في المؤسسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر